هذا المكان وكأنه الجنة من الجيد أن لوكا سافر أخيرا في إجازة فهو يستمتع بأشعة الشمس الدافئة ويشرب الكوكتيل يا له من يوم مثالي ربما مثالي أكثر من اللازم تختفي الابتسامة التي عالت وجه لوكا فلا شيء حقيقي هنا هناك علامتان تدلان على أن لوكا يحلم الآن ماهما أولا هناك شمسان في السماء وثانيا البحر يخلو من الأمواج يشعر لوكا بالذعر ويدرك أنه نائم في تلك اللحظة يخرج من البحر كراك عملاق يمد لواسعه الضخمة نحو لوكا ويطلق صرخة كصوت صافرة الإنذار كيف يمكن للوكا أن يهرب منه وإلى أين عليه أن يذهب ليس بحاجة للهرب إلى أي مكان فهذا مجرد حلم ويمكن للكراك أن يساعد لوكا على الاستيقاظ يمسك الوحش بالفتاوى يفتح عينيه وإذ به في مختبر لقد اختطفته قبل عدة أيام مجموعة من أشخاص يسعون إلى إجراء تجارب غريبة الصوت الذي سمعه لم يكن صوت الكراك بل إنها صافرة إنذار حقيقية يرى الأضواء الحمراء تومض في المختبر وتعم المكان حالة من الفوضى الكثير من الأشياء الملقات على الأرض وطاولات مقلوبة لا يوجد أحد هناك صور لبعض العلماء معلقة على الحائط لا بد أن هناك مفتاح للباب بين كل هذه الوثائق والقمامة بسرعة ساعد لوكا في العثور على المفتاح والهرب من المكان والمفتاح مخفي ليس هنا لا حاجة للمفتاح فالباب ليس مقفلا هترى يوشيك لوكا على مغادرة المختبر لكن مهلا ماذا عليه أن يأخذ معه انظر في أرجاء الغرفة يمكنه أخذ شيء واحد فقط عليه اختيار الحذاء إذ سيكون مفيدا له في الخارج يرتدي لوكا الحذاء ويخرج من المختبر فيجد نفسه في ممر طويل وهناك يرى مجموعة حراس يبادرون لمطاردته يهرب لوكا في الاتجاه المعاكس ليجد أمامه ثلاث طرق الطريق الأول مليء بالغازات السامة والطريق الثاني هاوية مظلمة لا قاع لها والطريق الثالث شديد الحرارة لدرجة أن جدرانه حمراء أي طريق على لوكا أن يختاره الطريق الثاني الذي يقود إلى الهاوية هل ترى الضوء المنعكس من نهاية الطريق؟ هذا يعني وجود أرضية زجاجية يمكن للوكا السير عليها يهرب لوكا من الطريق الثاني ويجد نفسه محاصرا حيث يقف عدة حراس ويحدقون به يبدو أنه فقد فرصته في الهرب لكن مهلا لا يشكل هؤلاء الحراس أي خطر لماذا؟ إنهم لا يتحركون فإما أنهم مجسمات شمعية متقنة الصنع أو أشخاص حقيقيون يعجزون عن الحركة لسبب ما يغادر لوكا الغرفة فيجد نفسه من جديد في ممر طويل تغلق الأبواب من خلفه ويطارده الحراس من جهة ولا طباء من جهة أخرى ماذا عليه أن يفعل الآن؟ أسرع ساعده قبل أن يلاحظه أحد هل ترى سلة غسيل؟ توجد بداخلها معاطف بيضاء على لوكا ارتداء ملابس طبيب ليتجاوز الحراس يدخل الشاب من أحد الأبواب فيجد نفسه في غرفة كبيرة لإجراء التجارب إنه المكان الذي يحتفظون فيه بعينات التجارب هناك عدة زنازين مقفلة وفيها مجموعة من الأشخاص طلب السجناء من لوكا إطلاق سراحهم لكنه للأسف يستطيع تحرير سجين واحد فقط من عليه أن يختار؟ السجين في هذه الزنزانة مستذعب من الفتاة المطلوبة للشرطة؟ الفتاة على الجهة اليمنى تملك شامة كالتي تظهر على وجه الفتاة على الملصق من المحتال منتحل الشخصيات؟ إنه رجل الذي على اليمين تظهر بطاقته الشخصية الحقيقية من حقيبته أي أنه يظهر بطاقة مزورة من الفتاة المحتالة؟ الفتاة التي على اليسار إنها تقرأ النص بالمقلوب أي أنها تتظهر بأنها ممثلة من اللص الحقيقي؟ كلا رجلين للصان حيث يحاول أحدهما بإلهاء الفتاة ويستعد الثاني لسرقة هاتفها سرقت الوصية الأخيرة لسيد ويلسون وهو رجل أعمال ثري وفي لحظة وقوع السرقة كان في المنزل خمسة أشخاص زوجة السيد ويلسون والطباخ وكبير الخدم وعاملة التنظيف والبستاني وقاموا جميعا بإخبار المحقق بما كانوا يفعلونه ذلك المساء كانت السيدة ويلسون جالسة بجوار المدفاءة تقوم بأعمال التطريز وكان الطباخ يحضر الإفطار وكان كبير الخدم يشرف على العمال في غرفة المعيشة وكانت عاملة النظافة تمسح أرضية الصالة وكان البستاني يسقي النباتات في الدفئة وبعد هذا الاستجواب تمكن المحقق من القبض على اللص من هو وكيف اكتشفه المحقق الطباخ هو اللص لقد قال بأنه كان يعد الإفطار لكن الجريمة وقعت في المساء تملك ليلي متجرا لبيع الزهور وذات يوم تلقت مكالمة من الشرطة وأخبروها بأن متجرها تعرض للسرقة عندما وصلت رأت شضايا الزجاج على الأرض قرب المتجر ووجدت أصص النباتات قد كسرت قام رجال الشرطة باستجواب ثلاثة مشتبه بهم قال يعقوب وهو زوج ليلي السابق كنت في عجلة من أمري ولم ألاحظ عند مروري بجوار المتجر أن النافذة مكسورة عرفت فقط بالحادثة عندما اتصل بي ضابط الشرطة وقالت كاميل صديقة ليلي طلبت مني ليلي مساعدتها في المتجر وعندما وصلت كان كل شيء محطما واتصلت بالشرطة فورا وقال مات زميل ليلي السابق كنت أسير في مكان قريب ورأيت أحدهم عندما كسر النافذة ودخل إلى المتجر لكني لم أكن أحمل هاتفي لأنني نسيته في المنزل لذا ذهبت مسرعا إلى مركز الشرطة هل يمكنك تحديد الكاذب؟ إنه مات كانت شضايا الزجاج على الأرض أمام المتجر أي أن المجرم كسر النافذة من الداخل لنأخذ استراحة صغيرة والآن عليك أن تفكر بسرعة لدى أم ماري أربع بنات الأولى اسمها نيسان والثانية اسمها آيار والثالثة اسمها حزيران ما اسم الإبنة الرابعة؟ اسمها ماري طبعا أي هؤلاء دخيل على القائمة التالية؟ نابليون بونابارت الملكة إليزابيت ويليام شكسبير شارلوك هولمز أرسطو كريستوفر كولومبوس محمد علي كلي شارلوك هولمز إنه الشخصية الخيالية الوحيدة في القائمة يوجد في هذا المنزل ثمان فتيات كل واحدة منهن مشغولة بشيء ما تقوم الفتاة الأولى بتحضير العشاء وتشعل الفتاة الثانية الموقد وتلعب الثالثة الشطرنج وتقرأ الرابعة كتابا وترسم الخامسة لوحة وتنظف السادسة المنزل أما الفتاة السابعة فهي تسقي النباتات ماذا تفعل الفتاة الثامنة؟ إنها تلعب الشطرنج مع الفتاة الثالثة أتمت إحدى السيدات أربعين عاما سنة 1850 لكن عمرها في عام 1860 كان 30 عاما كيف يمكن لهذا أن يحدث؟ يمكن أن يحدث هذا فقط إذا كان عام 1860 قبل عام 1850 أي أن المرأة بلغت الأربعين عام 1850 قبل الميلاد بينما كانت تبلغ 30 عاما في سنة 1860 قبل الميلاد كان أحد الفنانين يسير في الحديقة عندما بدأت السماء تمطر فجأة لكنه لم يكن يضع قبعة أو يحمل مظلة ليغطي رأسه كما لم يستطع الاختباء تحت الأشجار نظرا لغزارة الأمطار ومع ذلك لم تتبلل شعرة واحدة من رأسه كيف حدث ذلك؟ كان الفنان أصلعا لنعود الآن إلى الألغاز البوليسية ربح روبرت مليون دولار في الياناصيب وقرر عدم إخبار أي أحد عن هذه النقود حتى أنه لم يخبر زوجته فوضعها في خزانة مخبأة خلف إحدى اللوحات لكن في اليوم الموالي اختفى المال استرعت الشرطة جميع المشتبه بهم للاستجواب فقالت إيميلي زوجة روبرت ذهبت في الصباح إلى مكتب زوجي في المنزل لتنظيفه ورأيت الخزانة مفتوحة ولم يكن بداخلها شيء وقال جيمس شريك روبرت في الأعمال التجارية روبرت المسكين لطالما أراد الفوز بالياناصيب لم أغادر منزلي أمس وبقيت أشاهد التلفاز وقال مارك صديق روبرت كنت ليلة الماضية في صالة الألعاب الرياضية ثم عدت إلى بيتي لا أجد سببا يدفع أحدهم للقيام بشيء كهذا تمكن ضابط الشرطة من القبض على اللص هل يمكنك معرفته؟ إنه شريك روبرت فلم يخبر روبرت أحدا بأنه قد ربح لأنصيب لاحظت زوجته أن الخزنة فارغة عندما دخلت المكتب لكنها لم تكن تعرف ما بداخلها كانت مارينا تشارك في بطولة التزلج على الجليد كانت منافسة قوية واعتقد كثيرون أنها ستفوز عندما انتهى وقت الإحماء بدأ جميع المشاركين في التحضير للعرض كانت مارينا المتسابقة الأولى وقد أدت عرضا مذهلا لكنها تعثرت فجأة وسقطت أرضا وكسرت ساقها ما جعلها غير قادرة على المواصلة وبعد التحقيق تبين أن أحدهم قام بتخريب حذاء التزلج الذي كانت تنتعله تمكنت الشرطة من تحديد ثلاثة مشتبه بهن قالت آنا لم أفعل شيئا لكني رأيت جاكلين وكيت ذاهبتان إلى غرفة الملابس قبل عرض مارينا هما من خربتا حذاء التزلج وقالت جاكلين صحيح لقد ذهبت بالفعل إلى غرفة الملابس لأخذ أغراضي لكنني لم أرى كيت هناك وقالت كيت نعم هذا لأني كنت أتدرب في صالة الألعاب الرياضية إلى أن جاء دوري كمانا